ايه يا أستاذ أحمد احتكار وهل في قطاعات معينة في السوق المصري يمارس فيها فعل احتكاري؟ هو الاحتكار انفراد شركة أو شركتين لسلع معينة ويتحكموا في الحجم المعروض والأسعار واللي بيتم فيها ان هما بيسيطرة على السوق سيطرة كاملة سواء بقى محتكر صناعي محتكر تجاري محتكر في اي سلع من السلع فهو ده مفهوم الاحتكار طيب شايف في قطاعات في السوق المصري بيمرس فيها صورة من سور الاحتكار؟ كل القطاعات فيها احتكار كل القطاعات؟ كل القطاعات؟ يعني بنكلم على الغذاء مثلا فيها صنعات غذائية في احتكار؟ طبعا طبعا وأنا أقول له حالاتك كمان الاحتكار مش احتكار داخلي بل احتكار دولي من بره لان احنا لما في تجارة التجزيع او خطاعات الغذائية احنا اغلب الشركات اللي مسيطرة على السوق بتمثل 70-80% وهي برندات عالمية هي المحتكر السوق هي اللي بتتحكم فيه كميات وتحكم فيه الأصناف وتحكم فيه الجودة وتحكم فيه السعر يعني الاحتكار ظاهرة عالمية؟ لا هي المفروض ظاهرة عالمية بس هناك هنا في مصر يمنتشر بشكل كبير جدا لان احنا تحت مسمى تشجيع الاستثمار دلعنا المحتكرين بشكل كبير جدا والدناها هم صلاحاتهم هما يحتكر السوق وده برضو لازم الحكومة تراجع هذه الأمور اللي كانت بتؤدي إلى ان شركة او شركتين يحتكروا سلع معينة وده هيجرينا طب ايه سبب الاحتكار؟ ان احنا بنفصل قرارات لبعض المحتكرين طب احنا عايزين نشتغل بقية الشركات او بقية المستوردين او بقية المصنعين عايزين نشتغل ما يبقاش عنده الفرصة وما يبقاش عنده التشجيع الا من خلال هذا المحتكر واذا كان عايز يدخل السوق لازم ياخد موافع من هذا المحتكر فنقول لحضرتك 70% من البضائع اللي موجودة في السوق تحت كرة شركات عالمية مش شركات مصرية حتى الوكلاء ليه او الموزعين او مكتب التمثيل هو بيمثل شركة عالمية فيه قطاعات كبيرة جدا والاحتكار ده بيؤدي ايه الى زيادة التكلفة والعب على المستهلك لان انا لما بكون بنافس وعارف ان السلع دي ما تسواش اكتر من 10 جنيه وهو يبقاش ب30 جنيه وده انا هدل حضرتك امثلة لو حابف في اي قطاع من القطاع شاور على اي قطاع وانا اقول لك القطاع ده مين بيحتكره مش مين بالاسم يعني وكم شركة بتحتكره وتكلفة المنتج اللي هو بينزله في السوق كام والمفروض لو هو فيه منافسة وما فيش احتكار بيبقى سعره كام وده قطاعات كبيرة جدا قطاعات في المواد الغذائية بصفة خاصة سيارات الاجهزة الكهربائية يعني انا بقول لحضرتك كل القطاعات اللي موجودة فيها ممارسات احتكارات وفيها ممارسات احتكارية خلاص هو المحتكر فهو بيمارس اللي احتكار زي ما هو عايز انما انما الدولة الدولة في ظل يعني مجهودة الكبير جدا اللي عملتوا عشان نشجع للسسمار هؤلاء المحتكرين استغلوا هذه التفصيلات وبقام هم مسيطرين على السوق ويعني من خلال شكاو كتير جاتلي في الفترة السابقة هتديك حاجة بسيطة كده في احدى الاجهزة الالكترونية كانت في ممارسة داخلة ونفس الاتنين داخلين بنفس المنتج وواحد قال لك انا لا ده انا الوحيد اللي من حق ان ادخل مصر وانا الوحيد اللي انا انزل في مصر وانا همنعك من دخول السوق المصري طبعا كلام مبهم وكلام بيقوله على قد حلو لانه هو طبعا مش فهم طيب انت قلت الكلام ده ليه لان اللي بيقولي الكلام ده كله مقدم ضيع في السعر اللي كان متقدم الثاني كان مقدم ضيع في السعر اللي كان متقدم الثاني هو عايز يبعد المنافس ويقولك انا الوحيد السلعة دي عندي واناك ما تقدرش ادخلها لان انا الوكيل او كلام المسميات اللي هما بيقولوه عشان يخوفوا المنافس ليه فلما يكون انا سلعة بيجنيه كمحتكر بابحة والتاني مقدمها بخمسين ونفس المواصفات ونفس الجودة ونفس القطع الغيار ونفس الصيانة ونفس مدة الضمان شوف الفرقة ديه فعشان كده المحتكرين وراهم وراهم يعني مش هاز اقولك شركات عملاقة بل دول عملاقة بتسندهم عشان هما يحتكروا هذه الاسواق وخاصة دول العالم الثالث الممارسات الاحتكرية في دول العالم الثالث افريقيا وغيرها والدول اللي هي بتسمى العالم الثالث هناك ممارسات احتكرية فوق ما يتخيله اي انسان في اي حتة في العالم